وفي تطور جديد للأزمة الأوكرانية الروسية تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يستنكر الهجوم الروسي على أوكرانيا كما يدعو القرار موسكو إلى سحب جميع قواتها على الفور وجرى تبني القرار بالأغلبية من 141 صوتا فيما عرضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين وذلك من أصل 193 دولة عضوا وجاء القرار في ختام جلسة طريقة للجمعية العامة دعا إليها مجلس الأمن الدولي وذلك على وقع العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا منذ الخميس الماضي